شكراً لكي جمانا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح سيسي بدراسة عمل محاور جديدة داخل البدن عالية الكتافة السكانية في نتاق محافظة الجيزة جاء ذلك خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر حيث أشار الرئيس سيسي إلى أن تنفيذ بعض الطرق والمحاور داخل المدن يستلزم تنفيذ بعض الإزالات السكانية مشدداً على أن آية إزالات تتم للصالح العام يتم تعويض أصحابها وأكد الرئيس سيسي أن اهتمام الدولة بالطرق خلال السنوات الأخيرة جاء لتيسير حركة المواطنين والتجارة مشدداً على أن المشروع القومية للطرق تم إنجاز نسبة كبيرة منه في مقترف أنحاء الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة عكس ما يتردد حول الاهتمام بمحيط القاهرة فقط أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروق 981 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 416 471 حالة وأوضحت وزارة الصحة في بيانها أنه تم تسجيل 1288 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته فضلاً عن 222 حالة وفا وإلى الأزمة الأوكرانية حيث قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم التأكد من مقتل 227 مدنياً وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا حتى الآن وفي بيان له أوضح المكتب أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة بما يشفل قصف المدني الثقيل وأنظمة الصواريخ متعددة القدائف والضربات الجوية وأضاف أنه يعتقد أن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير خاصة في الأيام الماضية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بسبب تأخر الإبلاغ عن أعداد الضحايا في بعض المناطق التي دار فيها قتال عنيف قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا يوضح مدى الغضب العالمي من عضوان روسيا المروع على دولة مجاورة ذات سيادة ويظهر اتحادا عالميا غير مسبق من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن أعلن بوتين أن بلاده وضعت قواتها النووية في حالة تأهب يمثل دروة عدم المسؤولية وأضاف بلينكين خلال مؤتمر صحفي أن مثل هذا الخطاب يزيد من مخاطر سوء التقدير ويجب تجنوه أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح على الفور تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا بعد تلقيه طلبا بذلك من 39 دولة من الدول الأعضاء بالمحكمة وقال المدعي العام أن الإحالات تسمح لمكتبه المضي قدما وفتح تحقيق حول الوضع في أوكرانيا منذ 21 نوفمبر 2013 وما بعدها وبما يشمل أي مزاعم في الماضي والحاضر عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبت في أي جزء من أراضي أوكرانيا على يد أي شخص خفضت وكالة فتش للتصنيفات الاعتمانية التصنيف السيادي لروسيا مشيرة إلى أن تصنيف روسيا انخفض من بي 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 إلى بي ردا على الأزمة الأوكرانية وقالت إن روسيا وضعت قيد مراقبة تصنيف سلبية مشيرة إلى أن شدة العقوبات الدولية ردا على الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي وتمثل صدمة هائلة لأسس الاعتمان في روسيا ويمكن أن تقود استعدادها لخدمة ديون الحكومة يأتي هدى فيما أعلن البنك الدولي وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروسيا بشكل فوري في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا وقال البنك التنموي متعدد الأطراف أنه لم يوافق على أي قروض أو استثمارات جديدة في روسيا منذ العام 2014 في أعقاب إعلان موسكو ضم منطقة القرم من أوكرانيا ورياضيا حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد قاهرة الدولي ضمن منافسة الجولة العاشرة لبطولة الدور الممتاز بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية والعشرين في المركز الثالث بعدما أخذ تسع مباريات حقق الفوز في سبع وخسر مبارتين وتعادل في واحدة وسجل لاعبها عشرين هدفا وسكنت شباكه إحدى عشر هدفا فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة الخامسة عشر ختم موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخيري مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر